فإن من تعظيم الإنسان لكلام الرحمن تبارك وتعالى أن لا يعلوه شيئا حسا ولا معنا ما معنى هذا الكلام؟ تجد أحيانا وننوّع على هذا كثير أيها الفضلاء الكرام تجد الآن في المساجد يضعون الصناديق الصغير التي يوضع فيها ماذا؟ التي يوضع فيها مناديل أو يوضع فيها بقايا القذر الذي يفعله الإنسان ويخرجه من أنفه أو تجد مثلا شرب ماء في قارورة فوضعها في هذا إذن هي صندوق للمهملات هي صندوق ليش؟ صندوق للمهملات فماذا تجد؟ تجد أن هذا الصندوق موجود على يمينه المصاحف وعلى شماله المصاحف هذه واحدة الأمر الثاني تجده موجودا في تجاه القبلة وهذا منهي عنه قال عليه الصلاة والسلام النخامة في القبلة خطيئة وكفارتها إزالتها فكان حذيفا وجد نخامة في القبلة فأزالها فقال الحمد لله أن يسر لنا أن ننام على غير خطيئة فلذلك ينبغي إذا أراد الناس أن يضعون الصندوق الصغيرة هادئة أو السلال الصغيرة التي توضع فيها بقايا القذر تكون في مؤخرة تكون في مؤخرة المسجد ولا تكون لا في قبلة المسجد ولا تكون المصاحف عن يمينها وعن شمالها ولذلك قال البجيري رحمه الله وهو من أئمة الشافعية وقال الرمل أيضا في حاشيته على مغن المحتاج ويجل المصحف عن أن يجاور القاذرات يعني ما يكون بجوار المصحف موجود إيش؟ موجود القاذرات وقال الشيخ بن عثمين أيضا رحمه الله قال وإن من تعظيم كلام الله عز وجل في هذا المصحف أن يعظم ممن أن يوضعه بجوار القاذرات وبه قال الشيخ بن جبريل رحمه الله وقال العلام الخضير والقرآن كلام الله عز وجل ومن تعظيمه تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى فهو القائل من يعظم شعائر الله وقال النووي رحمه الله في التبيان في أداب حملة القرآن وأيضا في المجموع شرح المهذب قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في تعظيم القرآن وعدم وضعه بجوار القاذرات ما يعرف هذا خلاف والعلماء متفقون على مثل هذا قالوا ولا ينبغي أن يوضع القرآن وأن يوضع فوقه كتب من غير القرآن لقول ربنا عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهارة قال الشيخ بن جبرين فعليه أن يكون مرفوعا حسا ومعنا ولذلك لما تجد الآن مثلا كتب في حاشيته التفسير في حاشيته إيش التفسير تفسير الميسر مثلا تفسير الجلالين تفسير السعدي فتجدهم يضعون فوق إيش المصحف لا ما يسوق مثل هذا المصحف لا يعلوه شيء المصحف لا يعلوه شيء توضع المصاحف محظة فوق بعضها إذا كان في كتب للتفسير فلا بأس أن توضع بالأسفل ويعلوها المصحف أو أن توضع في أرفف مستقلة بذاتها لكن ما توضع على إيش على المصاحف أيضا أيها الكرام الفضلاء من المسائل المهمة تجد الآن المكيفات اللي بتكون عبارة عن دولاب الكبيرة فتوجد مرتفعة في المساجد صحيح وأسفلها لكي يستغلوا المساحة يجعلونا مثل الصندوق فيه أرفف وفيه إيش المصحف لا يسوق هذا لأن ما الذي سيعل المصحف في الآن المكيف لا يسوق مثل هذا وأيضا تجد في مكان الإمام يكون على هيئة مقصورة المنبر الآن يكون أحيانا يكون على هيئة إيش مقصورة يعني مكان مرتفع وتحته غالبا يضعون مكبر الصوت إلى مثل هذا وسكون في مساحة فاضية يضعون تحت هيئة إيش المصحف فلما يجي يعلو الإمام سيعلو على إيش على المصحف لا نقول أن أحد أصلا هو يقر ذلك لكن هذه مسائل علمية هذه مسائل علمية لأن لو أن إنسانا امتهن القرآن عمدا يكفر إجماع أهل العلم قال به الحنفية والمالكية والشافية والحنابل واخترته لجنة الدائمة وشيخ بن عثم ولا نعلم عليه خلافا بين العلم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين أن من امتهن القرآن يكفر عياذا بالله ونحن لا نقول أنه يفعل ذلك لكن هذه أمور تخفى وهي منتشرة ترى فلن يضرك أخي الحيوان تجعل هذا المصحف لا يعلوه شيء ولا يجاوره شيء من القاذرات أنت ترضى أن تكون جالس القاذرات بجوارك لا ترضى بذلك من باب أولى كلام ربنا تبارك وتعالى